في الصورة اللي قدامنا بنشوف نسب الرب يسوح حسب الجسد ودي في الأصحاحات الأولى من إنجيل متة وأصحاح ثلاثة من إنجيل لؤة وعادة بنعدي على الجزء ده من غير ما نقرأ لحتى مش عارفين ننطق أسماء الشخصياتي لكن ده في منتهى الأهمية لأنه ده بيوري نسب الرب يسوح حسب الجسد لأنه نسل المرأة لازم يكون من نسل المرأة علشان يصحق رأس الحية فلازم يكون عنده جسد بس بلا خطيئة ففي السلسلة دي بنشوف آدم وشيث وبعد كده أخ نوخ وبعد كده بنشوف نوح وبعدين بنشوف إبراهيم وبعدين بنشوف الملك داود ومن داود فيه فرعين فرع إلى السيدة العزراء القديسة مريم وفرع إلى يوسف الصديق نعم واحد من سليمان واحد مننا ثاني بالضبط كده ودولا موجودين على الصورة قدامنا بالتفصيل لو قلنا بقى أنه آدم شخصية اعتبارية يعني ما حصلش يبقى ابن شيث شخصية اعتبارية يبقى نوح شخصية اعتبارية يبقى إبراهيم شخصية اعتبارية يبقى داود شخصية اعتبارية يبقى المسيح شخصية اعتبارية لأنه في سلسلة نسب الأنساب في لوقة بيرجع إلى آدم بالضبط كده فقد كده ده مهم جدا لأنه في ناس يقولك سيب العلم للعلم والكتاب المقدس كتاب روحي لا العلم اللي بيتقدم لنا اسمه العلم الافتراضي مش العلم التشغيلي اللي احنا بنختبره في المعامل العلم الافتراضي ده بدأ بنقطة إلحادية بتقول إن المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة هي اللي بتعمل كل حاجة ده يختلف عن البداية الكتابية إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض يعني أنا بالنسبة لي من الأسهل أومن بفكرة الخليقة بحسب الكتاب المقدس منه أتخبط بمجاهل النظريات الكثيرة والعديدة وما أصلش لشيء وكلها نظريات فيها مشاكل علمية مش بس كتابية مشاكل علمية وده اللي عايزين نتكلم فيه في برامجنا واللي عنده أي سؤال علمي من فضلك اكتب لنا لأنه على أتم استعداد نحن نجاوب بكل محبة وبكل خوف واحترام حقيقة مش غلط إنك تسأل وعايزينك تسأل لكن الغلط إنك تسيب الشك جواك ومن غير إجابة على هذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر